هروح في البداية الانترو زي ما تعودنا بنتكلم على حدث او امر مهم جدا النهاردة طبعا كل السوشيال ميديا وكله يعني انا محظوظ ان الحلقة بتاعتي طلعت بعد مباراة محمد صلاح ليفربول ومان يونيتد واللي اتهت منذ يمكن ربع ساعة او تلت ساعة ومحمد صلاح حط فيها هاتريك تلات اهداف وصنع هدف يعني عمل ارقام وكسر ارقام كتيرة واول لاق في التاريخ في ليفربول يحط في ملعب المان يونيتد تلات اهداف محمد صلاح انا مش هكلم عنه فنيا الحقيقة لان طبعا هو بلا شك وبلا منازع وافضل لاق في العالم دلوقتي برأي كل المتابعين ولكن انا هتكلم عن الحالة اللي عملها محمد صلاح انا الحقيقة كنت زمان وان صغير بسمع عن اغاني ام كلسوم لما كان كل المصري بتلموا حواليها وكان الراديو ساعتها شغال وكان الراديو هو الحاجة الاساسية زي التلفزيون دلوقتي وكان مصر كلها ساعة حفلة ام كلسوم يوم الخميس اول خميس في الشهر كان مصر كلها بتفضع انا الحقيقة يعني ما شفتش ده بس رتعا وشفت في المسلسلة القديمة وغيره لما الناس كانت تتكلم على فيلم محمد عبوهاب وهو نازل جديد وكل مصر بتوع تتفرج على فيلم محمد عبوهاب الجديد انا شفت ده دلوقتي في محمد صلاح محمد صلاح مصر كلها كله حتى اللي في شغله فاتح تليفونه بيتفرج على الماتش لايف حتى اللي ما بدرش يشوف الماتش بيشوف التعليقات اللي اتقالت عليه والليجوانه بعد ما بيتخلص المباراة وبعد ما بيخلص شغله او في المكان اللي هو فيه محمد صلاح النهاردة كل مصر بتتجمع وراه محمد صلاح الحقيقة اصبح رمز ومش بس الكرت القدم كل الرياضيين حطين محمد صلاح قدامهم ان محمد صلاح قدر هو ابن مصر يعني من قرية بسيطة مش هنقول طبعا من القاهرة والجيزة طبعا من قرية بسيطة اللي اغلب المصريين بينتموا للقرى والنجوع اغلب المصريين اللي بجد طبعا اللي احنا يعني بنكلون كل الاحترام محمد صلاح كافح عشان يوصل اللي هو فيه ما تقوليش اصلا يعني اتولدت بعيد عن النادي اصلا معين ديش امكانيات اصلا اصلا محمد صلاح جاوب على كل ده محمد صلاح عمل حالة كبيرة جدا عند الناس وعند المصريين ان احنا نقدر محمد صلاح قال لمصر كلها احنا نقدر ونقدر نكون في لفل تاني خالص ونقدر نمثل مصر ونشرف مصر اللي هي الاسم الأعظم اللي احنا كلنا تحت مظلته بجد بنحييك يا محمد أصلاح وبنقولك متشكرين على اللي انت عامله وكل دعوات المصريين وراك بإذن الله انت تحقق أرقام أكتر وأكتر ما شاء الله انت سنك زغيرة 29 سنة لسه قدامك على الأقل 10 سنوات من الإنجازات وتفرحنا كمان وكمان ولسه ليك مع المنتخب كمان صورات وجولات بإذن الله